ما بين فترة أخرى تطل مخالب الشر الأسود المتمثل بإصابات داعش من خلال استهدافاتها في مناطق متفرقة من البلاد مستغلة من المناطق التي تشهد فراغات أمنية وكان آخر تلك الهجمات ما نفذت خلاياهم من هجوم مباغت على القطاعات العسكرية المواسكة للأرض في قرية قيران التابعة لبلدة قويري بقضاء مخمور جنوب أربيل الحل الأمثل والجدي لغرض الحد من نشاطات داعش في الوقت الحاضر والذي بدأ في ازدياد مضطرد في هذه المناطق وخاصة في المناطق المحاددة لإقليم كردستان هو الجلوس من قبل السلطات السياسية والعسكرية والأمنية في الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان والاتفاق على صيغ بناء من أجل ووحد لهذه النشاطات وعلى الفور أطلقت قوات البيشمرقة والجيش العراقي عملية عسكرية واسعة لملاحقة فلول التنظيم الإرهابي في المناطق الفاصلة أو المسمات دستوريا بالمناطق المشتركة فيما تعتزم قوات البيشمرقة زيادة عدد قواتها في المنطقة إن تطلب الأمر ذلك يجب على القوات الأمنية أن تنشط العملية الاستخبارية بقى لدينا العمل مع تنظيم داعش هو العمل الاستخباري أي وأوله العمل الاستخباري البشري الذي يعتمد على العلاقة ما بين المواطن والقوات الأمنية يجب بناء الثقة بين القوات الأمنية والمواطن لأن المواطن هو الركن الأساسي بالأمن وهو مصدر المعلومات ومع تنامي خطر تنظيم داعش تحتاج المناطق المشتركة بحسب خبراء إلى استقرار أمني وهذا ما تسعي لقيادة العمليات المشتركة وقوات البيشمرقة بتكثيف الجهد الاستخباري وانتشار القطاعات العسكرية إضافة إلى أمور أخرى تتعلق بالجوانب الإدارية والتدريبية بشير الحسن قناة الفلوجة أربيل